نظمت ستارت أب بحرين الفعاليات الثالثة من سلسلة جولاتها وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وشاركت في الفعالية خمس شركات ناشئة محلية قامت بعرض مشاريعها أمام لجنة ضمت عددا من الحكام بحضور عدد من المستثمرين والشخصية المؤثرة في منظومة ريادة الأعمال المحلية والإقليمية لتقديم منصة تعزز التواصل بين أصحاب المشاريع الناشئة من ذوي الفكر الريادي المبدع والمستثمرين المحتملين جاءت المسابقة التي نظمتها ستارت أب بحرين لتصلت الضوء على مشهد الشركات الناشئة المزدهر في مملكة البحرين اليوم عندنا خمس شركات ناشئة قدمت عروضها جدام جاج عندنا أربعة بعضهم من البحرين وعندنا ناس من برع البحرين عروضهم كانت جدا شيقة ونتمنى إن شاء الله لهم النجاح كان طبعا الحلو فيه كان فيه تعدد في أنواع الشركات المشاركة في العرض وننتظر إن شاء الله نشوف باقي الشركات ونتمنى لهم النجاح وهذه طبعا ينطلق من دور تمكين في داعم القطاع الخاص على اساس أنه يكون المشغل أو الدعم الرئيسي في الاقتصاد الوطني ستارت أب بحرين بيتش الفعالية لهدور كبير في تنمية مهارات رواد الأعمال لتقديم العروض التسويقية لأسواقهم وكذلك لمنتجاتهم المبدئية بالحصول على التمويلات والاستثمارات من المستثمرين المحتملين وكذلك توسعت نطاق مؤسساتهم سواء في الأسواق المحلية أو كذلك الدولية والعالمية هذه المسابقة عطتنا التدريب حتى الثقة في النفس أن نحن نقدر نوقف قدام جمهور وحتى مستثمرين أن نعرض شركتنا وإنجازاتنا لين اليوم فأحين نحن أرلي رايزر هي الشركة الوحيدة البحرينية التي تصنع زبدة المكسرات والجرانولا بشكل يونيك وشوي بشكل مختلف فسعيدين أن نراوي شنة مملكة البحرين تقدر تصنع وفي أجواء من المنافسة قدمت الشركات المشاركة حلولها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتخصصات أمام لجنة التحكيم التي قامت بتقييم إمكانات هذه المشاريع واختيار الفائز منها مشاركتنا في برنامج رايز بوت كامب عبارة عن رحلة طويلة بصراحة استمرت لأكثر من أسابيع حضرنا العديد من ورش العمل المكثفة التي حضرناها شخصيا والتي حضرناها أونلاين كذلك بمشاركة الخبراء والمختصين من المستثمرين ومن أصحاب الخبرة في مجال الاستثمار هذا وقد تم تقديم دورة تدريبية لرواد الأعمال لتعزيز وسقن مهاراتهم من خلال تزويدهم بتقنيات أساسية لتقديم عروض مقنعة بما في ذلك أهم المعلومات التي يجب إدراجها في العرض واستراتيجيات العرض الفعالة عند التقديم للمستثمرين اشتركوا في القناة